هو كان يرى أن أنا كل حلمه أن أكون مدرس خوجة مش شايفني في الحياة غير مدرس وأنا كل حلمي أن أكتب من الخارج وكتب في الكراريس مفيد فوزي يكتب من برلين برلين ليه؟ مش معنى برلين؟ ما تفهميش لأن أنا أول حاجة قريتها في حياتي كتاب لفرق جبران قد كان أديبا يطوف العالم ويكتب وبالتالي تشبعت بالحكاية دي ثم وقعت في غرام محمد حسنين هيكل لما أريد كتاب إيران فوق بركان من التوليفة دي نشأ عندي رغبة شديدة في الصحافة أمي على قناعة تامة بيها أما أبوي لا لا تماما طب أقول لك على حاجة قولي على حاجتين حاجتين طب أنت أنا متهيألي يعني أن أنت نوع راقي جدا من المدرسين من المدرسين أيوة ليه؟ أنا ما بقيتش عن التريس لو تغذبالك فضل أقلب اللي أنت عاوز يعني هاخد منك أيوة عشان أقول لحنان قولي تفكر هل أنا بالفعل مدرس راقي؟ موجه عام والله موجه عام أيوة أيوة يعني أيوة بتمارس الدور ده عبر الشاشة يقول لنا إيه؟ بتمارس الدور ده عبر الشاشة بأسلوب أولاً اللغة العربية عندك عالية جداً ومعانيك عالية جداً وبتعمل سترس دايماً على مخارج الألفاظ فكأنك بتعلم المشاهد درس معين في اللغة العربية أيوة وفي نفس الوقت بتورثي معنى معين عايز إن هو يوصل له أنت متخيلة أنا أطلع على الشاشة أقولي يبطلوا طاحن بقى؟ لأ طبعاً لأ حتى ما تلاقش عليك شو ممكن ما تلاقش عليك ما تلاقش عليك لأ بطل طاحن لأ بس دي ما دي لازم عشان في التلفزيون وعلشان إعلاني لازم يبطل طاحن عشان الشباب آه يقول بطل طاحن مش عاولها يعني من سكسير يعني من قال أن دي لغة الشباب أو اللغة للخب والشباب يا سلام عليك حسن حسن الشباب ده مظلوم قوي قولك أصلي الشباب عاوز كده أصلي على السوشيال ميديا بيقوله كده أصلي مش عارف إيه بيقوله كده وانت شباب لا أنا ما بخاطبش أنت شايفة إيه الجمهور اللي بقابلوا على الشاشة ما بقولش الألفاظ دي أبداً يعني بقول الألفاظ ده أنا أنا بحس أن أنا دايما يعني بعد ما بخلص ببقى عايزة أعرف رأيي بابا بيهمني جدا لأنه بابا ما بيقول ليش مثلا برافو ولا هيلة ولا كنت عظيمة لا بابا بينقي الأخطاء اللي أنا عملتها كل يوم ببقى عايزة أعرف أنا أخطأت في إيه في مخارج ألفاظي في السرعة يعني أوقات أبقى مرياحة جدا وأنا بقول الإنترو وأوقات أبقى سريعة جدا فيقول لي ليه السرعة أنت في حد بيجري وراكي أو ليه البطء هو أنت عادة ثلاث يام هتقدمي الإنترو يعني دايما ببقى واخدى بالي قوي طب ما تريد تعملي إنترو على بابا دلوقتي وخدي وقتك هقول لك القصيدة اللي أنا قلتها لقبل كتر قولي هي اسمها روح القلب بتقول إيه يا للروح مسنود عليك اوعى لأيام تلعب بيك تسرق عمرك وتخليك تقفل بابك والشبابيك حاسب تغرق شبر في شبر ويوم ما تقب تصلي الفجر تشوف الكفر في يوم الحشر تلاقي الروح مقسومة اتنين نص الشمال والتاني يمين ولا عارفين السكة منين أصل الروح مسنود عليك يوم ما بتيجي تمد إيديك ليها بترقص من حواليك فيطلع بدر في ليلة القدر يوفي الندر من بعد الهجر نحل العمر شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر